اشتركوا في القناة ارحب سعادة وزير الخارجية بمعالي السيدة ترزامي مشيدا بالعلاقات التاريخية الاستراتيجية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين منوها بالجهود الطيبة التي قامت بها معاليها خلال توليها رئاسة الحكومة البريطانية لتوطيد العلاقات البحرينية البريطانية وهنأ سعادة الوزير معالي السيدة ترزامي بتأسيس المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالاشخاص مشيرا إلى سجل مملكة البحرين الرائد في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص عبر منظومة حقوقية شاملة تستند إلى سياسات وتدابير تشريعية متطورة بمجب القانون الرقم واحد لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وبالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026 مع الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال